وعلى هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفد إلى ماليزيا الشقيقة اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد براشد الزياني بوزير التجارة الدولية والصناعة بماليزيا السيد مصطفى محمد وقد تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص ما يتعلق منها بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا مشيدا سعادة الوزير بالجهود المشتركة التي تبدلها قيادتي البلدين في سبيل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة ترقى إلى طموحاتهما المشتركة وفي هذا الإطار استعرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة البيئة الاستثمارية الجاذبة والتي تحظى بها مملكة البحرين والامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المواقرة لجميع المستثمرين من داخل البحرين وخارجها كما أكد الوزير ترحيب حكومة البحرين المواقرة بكافة الاستثمارات والمشاريع الماليزية بمختلف أنواعها وأحجامها حيث تعد البحرين البلد الأمثل لتكون مركزا لأعمال الشركات والمشاريع في منطقة الشرق الأوسط خصوصا في ظل البنية الاستثمارية الخصبة التي تتميز بها البحرين وموقعها الاستراتيجي في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام إضافة إلى المضارة التشريعية التي تتميز بها